في مسألة بوده لطيفة جدا هل الحب حرام من قصين الإعجاب العاطفي لا بسم الله الرحمن الرحيم أولا الحب الشريف مش حب النزوات أو الخداع طبعا بلا شك دي غريزة في الإنسان اللي هي غريزة الحب خدت بالجنابك فيعني إذا كان يقصد الحب العاطفي ومناش دعو بقى بحب الأب والأم والوالدين والكلام ده يقصد يعني حب رجل لامرأة بغية الزواج بغية الزواج بس ولذلك في في المأثور يعني قالوا إيه حتى من حب فعف فكتم فمات مات شهيدا بس شوف التركيب هنا يبقى هنا حب بس حب حب شريف فعف ما حاولش يستخدم الحب فيه ما حرم الله عز وجل فكتم يعني لم يعمل تشهير ولا كلام ده يعني فلنحب كما أحب الرسول عليه الصلاة والسلام زوجاته وكما أحببت زوجات أحبوا أيضا الرسول الرسول أحب السيدة خديجة أحب السيدة عائشة وقال ذلك في أكثر من موضع يعني بالتأكيد هو أحب كل الزوجات لكن هو سيدة خديجة رضي الله عنها هذا مواقف في مواقف كتير طبيعا والمشاعر صراحة برضو السيدة عائشة عليها رضوان الله وهكذا جنابك إنما بقى الحب اللي هو غير عفيف ده محرم يعني مثلا لما ربنا في القرآن الكريم ضرب لنا مثلا على امرأة العزيز ورودته الله هو في بيتها عن نفسه لا هنا ده حرم شرعا طبعا ختب الحضرة طبعا إصارة الغرائز فالمهم الحب إذا كان لغرض نبيل وهو الزواج لا بأس به حلو جدا طعيم